سلام عليكم المشاهير كثير لكنهم انواع واشكال مختلفة يعني في مشهور ما لقيمة لا اجتماعيا ولا لقيمة بالمحتوى ولا لقيمة باخلاقة وفي كذلك مشاهير منها فايدة واذا تبي تعرف المشهور اللي فعلا له قيمة ومنها فايدة هو المشهور اللي انت ترضى ان اهل بيتك يسمعون او يتابعونه ويا رب لك الحمد والله العظيم اني اكون سعيد جدا لما واحد يقول لي يا ابو طلال ترى مو بس انا تابعك والله حتى اهلي حتى عيالي حتى اخواني حتى امي وابوي وهذول هم البركة اليوم في رجل امن انقال لصقر البحيري اوجه له تحية اليوم بس يكني الصبح كان عندي شغل وتصادفنا يا اهلا حياك الله وشون وشون والله يجي معي هو رجل يعني كبير قال لي ابو طلال انا تابعك قلت له والله ليه شرف صراحة قال لي تدري من اللي صدمني اني يتابعك امي وابوي كبار في السن الله يطول بعمارهم يعطيهم الصحة والعافية ابوي ضايفك من صوب وامي ضايفتك من صوب وكل واحد فيهم يتابعك اول باول وبعد ما تخلص الحلقة او الفيديو يتناقشون حول القضية يعني قاعد تضحك والله قلت له تشوف اقول لك شي اقسم بالله لما تقول لي انه في ام او اب ورجل كبير في العمر ويسمع لي والله العظيم اني انا اطير من الفرحة لان هذا دام انه يسمع لك يعني موافق حتى عياله يسمعون لك حتى الجيل اللي بعده يسمع لك يعني حاس ان انت كلامك مثلا ايه مثله اهو لذلك انا احمد الله واشكركم جدا واشكر كل اب وكل ام وكل رجل كبير في العمر وكل شاب صغير في العمر على المتابعة وهذا والله العظيم فخر وهذه مسئولية انا اتحملها اني لازم اكون افضل وافضل علشان استطيع ارضي رب العالمين ثم ارضيكم ان شاء الله قصة اليوم بما انكم يعني في التعليقات كثير مستنسين على كتاب بهاء ابو شقة اللي هو الحين عضو مجلس الشعب المصري واللي كان سابقا وكيد نيابة وكان قاضي الى ان اصبح يعني محامي عضو مجلس الشعب المصري واللي سألني عن الكتاب هذا هو الكتاب ان شاء الله يبين معاكم شون يبين هذا هشوف اغرب القضايا بهاء الدين ابو شقة حتى الاسم انا مضيعه سامحني اذا سمع الفيديو ولا شي خلي اعذرني المهم ذاكر قصة من الغرائب يقول احضرت عندي فتاة الى مكتبي وكانت منهارة وتبكي وحالتها في الويل يقول انا قعدت تهديها يا بنت الحلال شوي ارتاحي شربي ماء هدوها شوي البنات اللي عندها في المكتب قاعد يهدون هالموكلة علشان يبي يفهم منها شنو الموضوع قالت لا الحق علي خطيبي احكموا عليه في الاعدام في الاعدام قالت هنا في الاعدام متهمين انه قتل عمه وكل العالم تخلت عنه حتى اخوانه اشهدوا ضده ولحد حتى كلف نفسه وكله محامي المحكمة هي اللي عطتها المحامي علشان يتوكل عنه وانت عارف الرجل بما ان القضية لابستها لابستها ابدا ولا احد حتى زاره حتى انا حرموني اني اروح له وحنا كنا على وشك الزواج بعد اسبوع من وقوع الجريمة الله يخليك يا استاذ نبيك تساعدنا وعلشان اطلع خطيبي من هالقضية يقول انا صدمت قضية اعدام دائما المحكمة ما تحكم مستحيل على شخص بالاعدام الا بعد تداول القضية واثبات الدليل وقصة طويلة عريضة لان قضايا دائما الاعدام ما هي قضية عادية هذه قضية فيها انهاء نفس يعني خلاص هذا رح يموت رح نحكم عليه بالموت مستحيل انه تم محاكمته بهالسهولة هذه لو لان كان القضية ثابتة عليه يقول انا صدمت من طلبها لكن حاول تهديها اقول لها يا ابنت الحلال المحكمة مستحيل تحكم على واحد بالاعدام يعني لمجرد الشك او الظن او انه ما في دليل قوي مستحيل طلبك هذا صعب جدا الله يخليك وترجاه وحالة حالة الرجل قال ما يمنع اني انا اقرأ ملف القضية سبحان الله ممكن في خطأ رغم ان الموضوع مستبعد جدا قال خلاص اهدي انا على شانج راح افتح ملف القضية واقراح وتمع في لربما في خطأ اجرائي ممكن اجل المحاكم لانه هذه كانت محكمة اول درجة لكن اول درجة حاكم بالاعدام يعني الموضوع خلاص لابس الرجل انه خلاص قاتل وانتهى يقول فعلا اخذت منها ملف القضية وقعدت اقرأ وكذا ما شفت اي اجراء خطأ اشوف كل شي يعني ماشي بالسليم والرجل متهم بقتل عمه الشاهد زوجة العم وشافت بعيونها وهي كانت اصلا موثقة شهادتها انه شافت الولد هذا واللي ينقال له سمير اوه اللي ضرب عمه بصاطور على رأسه اثناء ما كان العم ساجد يصلي في السجود جاء لابضرب على رأسه في صاطور الى ان مات لا المصيبة شنو المصيبة انه فيه شاهد ثاني اللي هو اخو سمير الكبير قال اشرف اشرف قال ايه نعم اخوي سمير وهو اللي ضرب عمي بالصاطور على رأسه واوه ساجد يقول بصراحة انا في البداية يعني كنت اقرأ ملف القضية وانا فيني يأس يعني شنو اقدر حصل في يعني القضية خطأ ممكن ان يساعده او ينقذه من حبل المشنقة لكن يقول فتحت على صفحة الشهود اللي هي زوجة العم وكذلك الاخ اخو سمير اشرف الكبير يقول في البداية انا حاولت اتصور الموقف ان شون كانوا موجودين الشهود اللي هو اشرف وكذلك زوجة العم لحظة قيام سمير بضرب عمه يقول انا فكرت فيها يعني ليش ما تدخل اخوه مدام كان موجود وهو شاهد وليش يعني ليش تركوه يضرب عمه يقول هنا كان مربط الفرس يقول طبعا انا راح اقول لكم من عندي انا بطلال انتم راح تنصدمون من هالسالفة المشكلة الكتاب موثق كل شي في القضية يقول اسمع القصة من البداية يعني حين بدت القصة العم هذا كان عنده اخو واخوه هذا عنده عيال اثنين اشرف سمير مرض هالاخ هذا وتوفى قبل الله يتوفى وصى اخوه على عياله قال الله يخليك انتبه عليهم وكان هذا العم يعني اعزب وكان تاجر واموره ما شاء الله ووضع المادي جدا ممتاز فوصى على العيال الله يخلي يكتر بالك على العيال عيال صغار وزوجتي ما لها الا الله عز وجل ثمانة ومن هالكلام قال حاضر فعلا توفى اخوه الله يرحمه بعد فترة قام هذا العم وتزوج ارملت اخوه رغم انها كانت غير جميلة ابدا وكانت مليئة بالامراض وكانت صحتها تعبانة مرة وحدة لكن تزوجها علشان فقط انه يكون قريب منهم وعلشان يربي اعيال اخوه لا عانوية هالمرة هذه عشر سنوات من المراجعات الطبية ووقف وياها وقفة يعني ما يسويها حتى الاخ الاخ متزوجها بس علشان يرعاها ويرعا عياله بعد عشر سنوات توفت هالمرة وكانت طول فترة حياتها وايه تشكر فيه وتقول انت يعني ضيعت عمرك كله علي انا وعيالي عيال اخوك وانت تساعد فينا وانت انسان يعني انت ما انت انسان عادي انت ملاك وتوفت الله يرحمه استمر هذا العم في تربية العيال اشرف وسمير وابدا ما قصر معهم الى ان كبروا وكبر اشرف وتزوج وقى سمير سمير خطب البنت هذا اللي جيت عند المحامي قبل زواجه بسبوع احصلت الجريمة لكن انا برجعكم قبل الواقعة بعدة اشهر العم الهي ما عنده زوجه وكانت اخر زوجه له اللي هي امها الاعيال ارمالت اخوه وضيع عمره فعلا معاها عشر سنوات وهو كان عمره تقريب الخمسة وثلاثين اربعين يعني وصل الخمسين خمسة وخمسين خلاص يعني شبقه على الزواج شبقه على كذا خلاص الرجل عاش علشان اعيال اخوه والله هذي شيء غريب الحين ما في احد حتى يعيش حق عيال اللي يسوي هالسوال فهذه حتى لو عيال موجودين بيتزوج لكن هذا من خوفه على عيال وخوه وانه يتزوج وحده وباطر تظلمهم ولا من هالكلام صار في النظر عن الزواج بعد ما كبره وكذا بدأ يفكر يعني انا خلاص حياتي كلها راحت وما عندي عيال من صلبي صحيح انه اشرف وسيمير هذول مثل عيال وزيادة لكن كذلك يعني انا حتى ما تزوجت نفس الناس تزوجت وحده يعني الله يرحمها كانت مريضة وانا تزوجت عشان اخوي ولا وعانيت معها عشر يعني تعرفون واحد يحس انه خلاص اخر عمره ولا شاف شي من هالدنيا رغم انه تاجر رب العالمي كان رازقه سبحان الله وعنده واحد من جيرانه العمار اللي جنبهم طبعا العم هذا ساكن فيه عمار تأهو ومأجر الناس ومأجر كذلك حق عيال اخوه اللي هو اشرف لكن سمير ساكن معاه بنفس الشقة لانه سمير ممتزوج ويتوفى واحد من الجيران وراح العزه اللي هو العم يعزه الناس وكذا وشال معاه بعض الاغراض ويعانى حق اسرة هالرجل هذا اللي توفى قالوا له هذا ما عنده عيال هذا متزوج وحده عمرها تقريب السبع وعشرين سنة بس بنت جميلة جميلة بشكل لو يوصف لو اسمعكم الاستاذ بها الدين ابو شقة شلون يمدح جمال البنت والله تعذروني المهم انا ما بخليها بقلوبكم كل واحد يتخيل يقول رغم انها لابسة الثوب الاسود في العزة الا انها كانت اجمل الحضور يقول انا عيني ما شافت وحده في هالجمال شافها منه العم العم اعزب لا وكان ارمل لكن بشكل صوري يعني لانه تزوج ارملت اخو توفت والرجل ما شاف بحياته علاقة مع امرأة يعني وشاف هذه الارمل الجديدة على طول ادخلت قلبه اي مو ادخلت قلبه هو بس ادخلت قلوب كل واحد سمع بالسالفة افهموها المهم فراح لها وعطاها المكسوم كاعانة وشد حيلك وعظم الله اجريت ومنها الكلام هذا واي شي تحتاجين انا فلان صاحب العمارة هذه هي يوم اسمعت قال صاحب العمارة وتلمع عيونها شلون يعني يعني ما البنت يعني كأنها يعني انبسطت الظاهر كانت سامعة فيه ان هذا صاحب العمارة اعزب وتاجر وكبير بالعمر وللحما تزوج يوم عرفت انه انبسطت ما لكم بالطويلة حس العم انه بينه وبين هالمر قبول قاعد يوم الايام في البيت ويفكر انه يعني فرصة وجدتني اني افكر فيها البنت هذه وضعها زي مثل وضعي صحيح انها اصغر مني بكثير وجميلة جمال اخاذ لكن كذلك انا احس انه فيه بوادر يعني فيه قبول وهذيك والله ما ادري عن يعني قصة امها يعني وقت عزه وتلمح حق الرجال هذا انه كلش هذا ظهر اللي توفى اصلا مو فارق وياها المهم بعد الله يرحم الرجل قام يفكر فيها دخل علي واحد منعي هلو اخوه اللي هو اشرف اهلا يا عمي ازيك اخبارك ايه انت بتفكر بايه عمي قال والله يا ابني والله ما فيش حاجة لا ما فيش حاجة علي انا برضو يا عمي بعرفك يا عم يا عمو يا اونكل تكلم يا اونكل انت مالك بتفكر بايه قال والله يا يا اشرف انا عندي موضوع ومش عارف يعني بصراحة حاجة خلتني يعني افكر بها كتير وخايف من اللحظة اللي اقدم على الموضوع ده قال ايه هو يا عم تكلم يا عمي قال تعرف فلانا جارتنا اللي توفى زوجها انا بصراحة افكر فيها كزوجة ايه رأيك اشرف طار من الفرحة والله يا عمي انا بصراحة انا كنت هقولك من زمان يعني روح تزوج عيش حياتك يا عمي حرام انت يعني افنيت عمرك كله في رعايتنا خلاص يا عمي احنا كبرنا وتزوجنا وانت للحين يعني وحيد وقاعد بروحك ما يصير يا عمي بالعكس وهذه جارتنا ما شاء الله تبارك الرحمن آية من الجمال وهي وضحة كذلك الحين مثل وضعك صحيح نحن صغيرة في العمر لكن ارملة وانت ما شاء الله عندك خير ومش ناكسك شي يعني هي موافقة قال ايو موافقة انا حسيت انها موافقة يعني من خلال الدردش اللي اخذ وعطى معاها بالكلام قال على بركة الله المصيبة الحين مو باشرف بسمير اللي قلب الدنيا على عمه لا يا عمي مستحيل مش هتتقوزها على على قصتي قال ليش قال لان هذي صغيرة وقميلة اوي ممكن انها حاطة عينها على املاكك ليش موافقة عليك وصراحة هي اصلا مش من توبنا ولا احنا من توبها ومن هالكلام قال لاذ رفزين بعد هذا همسمي رحين صجم العون خير الرجال مربيك وانت اشتبي يبي يتزوج ما يتزوج كيف يقول لا صدق عمر ان ابوه هذا حتى الابوه ما تمنع ولا تدري ولا يدري عنك المهم راحت الايام جت الايام تعالي يا اشهر روحي يا اشهر تزوج العم المرأ الجميلة هذه واستقر في شقة لكن الى الان قاعد معاه سمير هذا اللي كان رافض اما اشرف قاعد بشقة ثانية سمير لانه قاعد يجهز شقة الجديدة علشان يتزوج انا مو قتلكم قبل مقتل العم كان اصلا محددين موعد زواج سمير لكن ما حصل سبت هالقصة تكلم يا ابو طرالح نقول لنا من القاتل قلوا لا الى الله الحين خطيبة سمير تؤكد مليون بالامية ان سمير بريء خطيبها لكن شوفوا بقولكم شغلة الحين لما تجي واحدة تقول خطيب بريء ومحكم عليه بالعدام يعني تابعونا نصدق شيء مستهيل المحكمة مستهيل تحكم على واحد بالعدام مني وطريج لازم في دليل قوي جدا جدا وبعدين الخطيبة اكيد بتدافع عن خطيبها او ان خطيبها لسانة حلو ومعسول وخلاص لعنا في مجرمي كثير ترح حتى لو ينحكم عليه بالعدام ما يعترف لاخر لحظة تشنق ما يعترف ففي كثير مرة وبالتاريخ يعني فلا تستغرب انه صامل على كلامه وانه ما يبي صامل يعني مصمم على كلامه وما يبي يعترف ويبي يموت شذي يعني في جنون العظمة في كثير شذي لذلك ممكن انه اقنع خطيبته وهذه خطيبته راحة حق المحام يتقنعه المهم ويوم الايام وتصرخ العم الصرخ المدوية ان العم فلان اتأتل وطلعت برا شقة تركض والعالم اللي تمت عليها ومن بينهم اشرف حضر لانه كانت شقتها مقابل شقة العم اه اللي حصل الحق يا اشرف اخوك سمير اتى العم حس بي الله ونعم الوكيل فيك يا سمير عم اللي رباك واللي قاعد يجهز لك شقتك واللي عان معاك وانت صغير واللي تزوج امك اللي كانت مريضة وقاعد يراعيها عشر سنوات وضيع عمره ذبحت ليش شلون قالت قالت العم اللي هو زوجها طبعا كان يصلي اول ما سجد ويدخل عليه سمير ماسك ساطور وضربه ضربه على الرأس ما قام من بعدها وهرب انا طبعا كان يحاول انه يقتلني لكن انا هربت واصرخ وكذا فيعني ارتبك وهرب من المكان ودخل اشرف شاف القصة بالكامل ودخلوا الجيران على صراخ بلغوا رجال الامن والقوا القبض على سمير سمير من اول ما القوا القبض عليه هو يحلف اني والله بريء والله انا مظلوم والله مش انا ما حدي صادقة الزوجة قالت انا شفت بعيوني واشرف كذلك اكد كلام الزوجة وكل العالم تخلت عن سمير حسبي الله عليك شلون ترتكب جريمة بعمك لذلك حتى ما في احد لا زارة ولا وكل محامي وكل الناس اصلا تنتظر اليوم اللي يعدمون فيه سمير علشان يشفي غليلهم بقيامة بقتل العم الطيب هذا المحامي الحين ماسك الملف احنا فهم القصة كلها قال انا بعرف اشرف شلون شاهد ان سمير قتل عم بالساطور وهو ساجد وهو اصلا ساكن بشقة ثانية مو نفس الشقة زين الزوجة هذه شافت سمير وهو يقتل عم بساطور ليش التقرير الطبي يخالف كلامها شلون يا بطلال انا بفهمكم الحين واحد ساجد واحد يضرب على راسه المفروض الضربة تجي في الرأس من الخلف صح صح التقرير اللي جابوه الطبي الشرعي يؤكد انه في تفتت في عظمة الجبهة يعني الرأس من الامام شو ما يصير زين اذا في تفتت بالاضافة الى ان الساطور ما يسبب تفتت يسبب قطع لان ساطور حاد التفتت تسبب يعني مثلا عصى حديدة غليظة ما هي حادة لكن الشي الحاد ما يسبب رضة وتفتت في العظم او تكسر في العظم لا الساطور يسبب قطعي يعني لما ضرب على رأسه من الخلف المفروض انه في جرح قطعي عميق من الخلف خلف الرأس تقرير الطبي الشرعي يقول انه في تفتت العظمة من الجبهة من الامام يعني العم ما كان ساجد على كلام الزوجة وعلى كلام اشرف لما تعرض للضربة ثانيا ما تعرض للساطور وهم اصلا ما اعتروا على ساطور قالوا انه سمير ركض وهرب فيه وسمير يقول ما عندي ومو راضي يعترف الشغلة الثالثة ان العم تعرض لضربة بالوجش يعني من الجبهة بس من الامام ما كان ساجد اهني يقول اهنا حسيت اني مسكت طرف خيط البراء اول ما رحت المحكمة اللي هي الجلسة الثانية لاستعناف طلبت منهم اني جيبوا لي الخبير الجنائي والطبيب الشرعي قلت بس سؤال الحين واحد ساجد ونضرب بساطور شون يتسبب قال يتسبب بجرح قاطع قال اقرأ التغرير هذا عن العم اللي توفى قال ايش فيه هذا فيه تفتت في الجبهة قال حين اذا هو ساجد وضربت انا بساطور يصير فيه تفتت بالجبهة قال لا مستحيل قال اجل ليش كات بانشهدي قال لانا فعلا هذا فيه تفتت في الجبهة قال يعني ضربت هذي كانت من ساطور قال لا مستحيل هذي عصى غليظة او يعني بشومة يعني او ان يعني حديدة غليظة لكن ما هي حادة هذا كان اول دليل يتم نقضة في القضية وهذا ينسف جميع الدلة الثانية خلاص البراءة جاهزة قال لا انا بس اكم سؤال ثاني بعد الحين شلون زوجة العم تقول انا شفت سمير اعتدى عليه بالساطور ويأكد كلامها اشرف طلع اشرف شهادة نفس وجهه اشرف شي يقول بعدين يوم سألوه عن النقطة هذه قال صحيح انت شهد شون شهد انت كنت قاعد عندهم قال لا انا سمعتها تصرخ ولما صرخت دخلت عليهم الشقة وقالت اللي حصل فانا شهدت فانا قدمت شهادتي بناء على شهادة عمتي اللي زوجة عمه قال يعني انت شهادتك نمس وجهك قال هذا هذا كلام هذا كلام فاضي وارجعوا مرة ثانية حققوا من اللي قتل العم هذا وفعلا طلع سمير براءه وارجعوا القضية من جديد يدورون على القاتل استاذ بها يقول انا صراحة ساعاتي كانت لا توصف لاني كنت مستبعد ان هذا الشخص يطلع براءه لكن الى الان احنا ننتظر فتح القضية من جديد والتحقيقات من جديد يقول بعدها بيومين وحضر عندي المكتب سمير اهلني سمير الحمد الله على السلام قال يا استاذ انا بوكلك بقضية جديدة قال خير شنو قال لانا شاك ان المتهم هو اخوي اشرف يا سمير يا حبيبي انت يمكن يعني حاقد على اخوك لان يعني وقف ضدك في المحكمة وكذا قال لانا ما لشغل باخوي واخوي اصلا من طلعت من المحكمة ذاك اليوم وعطوني البراء انا اصلا ما شفته ما ادل وين راح حتى زوجة عمي اختفت ما شفته لكن انا اقول لكم متأكد ان اشرف ورا الموضوع قال ما يخالف خل الموضوع شوي اسبوع اسبوعين وارجع لمرة ثانية خلت اهدع اصابك طالع من السجن ارتاح وروح شوف خطيب وكذا وبعدين تعال احنا ملحقين على كل شي واصلا القضية تم فتح ملفها من جديد والتحقيقات جارية لا تشيلهم قال اوكي وراح سمير بعدها بثلاثة ايام ويدخل سمير على مكتب المحامي ويقول يا استاذ الحق علينا قال شفيك يا حبيبي رجعت مرة ثانية خلاص يا سمير قال يا استاذ اشرف اخويا قتل زوجة عمي يقول الاستاذ بها يقول انا صراحة دخت ليش شو السالفة قال قتلها ولا وتبين كذلك لكنها كانت حامل والحين القو القبض عليه وانا بيوكلك في القضية علشان تعرف شنو الحكاية قال لا اوكي يقول انا رحت اتابع القضية بعرف شن قصتها هذا اشرف اشرف متزوج ومستقر وعند عيال معقولة قاتل زوجة عم الارملة هذي واللي اصلا كان واقف وياها ضد سمير اللي كان متهم بقتل عمه يعني شيء معقد الموضوع ايه يقول وانا فعلا اروح هناك وخلوني ادخل عنده اسأله شنو فيك شنو قصتك شنو كذا قال 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 استاذ انا عاوز اقول لك الحقيقة بالكامل من طأطأ الى سلام وعليكم قال اتفضل قال شوف يا استاذ لما عمي تزوج البنت هذه وانا صراحة كنت مؤيد له لكن اخوي سمير ابدا عمرا ما اعترض لكن انا اوهمت عمي ان سمير معترض وان سمير يعني رافض زواج ومن هالكلام علشان اسبب مشكلة بينه وبين عمي لان انا كنت اصلا طمعان بفلوس عمي لكن ما حصل وعمي فعلا راح وتزوجها البنت جميلة بشكل غير طبيعي لذلك ادخلت قلبي وعمي اصلا المعلوم اللي محد كان يعرفها الا انا لاني انا الوحيد اللي راح معاه الفحص من سنوات ان عمي اصلا عقيم وصارت بيني وبين زوج تعلاقة طول هالفترة وكانت ايه موافقة وايه اللي تبي وهي اللي حرضتني على الموضوع هذا لانها تبي تحمل والله شيء الدنيا غريبة والله انا ادري ايه يقول ايه لم اعرفت ان عمي عقيم قالت ما في مشكلة هي اهم شيء الفلوس اللي عند عمي ولما اكتشفت ان العالم كلها ما تدري ان عقيم قالت ابي احمل منه لفت لفت على منه على ولد اخوه اللي هو اشرف حسبي الله عليه اللي رباه طول عمره وصار بينه وبينه علاقة وكانت عندها خطة انها تحمل من اشرف على شان تورطه وفعلا احملت منه بعد فترة قالت حق اشرف اني انا حامل وان عمك عقيم قالها انا عارف ان عمي عقيم قالت حق اشرف ان انا حامل اشرف طبعا قال لها انت راح تفضحين انت كذا ليش مماخذ احتياطاتك المهم اسقط اللي في بطنك قالت مستحيل قالت لا يا اشرف اسمع علشان يصفالنا الجو ونكوش على كل حاجة ونطرد اخوك سمير الولد ده نقول انه ابني عمك ونتخلص من عمك يبقى الوريث الوحيد من دلوقتي اللي هو الوات هما مايعرفوش انه هو ولدك انت قال لا تمام قالت بعد ما نورث كل شي يصفالنا الجو انا وياك ونحط التهمة على سمير انه هو اللي قتل عمك اقعد ويخططون لمدة طويلة شلون يورطون سمير في هالقضية يعني بالعربي اشرف باع عمه اللي رباه وباع اخوه وباع شرفه وكرامته انه رايح حق مرت عمه يعني قمة النذالة والخساسة وفعلا هذا اللي حصل ويوم الايام ويضرب عمه بحصة غليظة على رأسه كانت في جهة الجبهة سقط حطوه عند السجادة وقامت اهي تصرخ وتقول انه سمير ضربه طبعا تقول يبطلال يعني ليش ما شكوا في المرة هذه انا قاعد يقول لكم رده وفتح التحقيق من جديد لانه هم كانوا معتمدين اعتماد كلي على شهادة الزوجة وعلى شهادة اشرف هذا اخوه وهذه زوجة عمه البست القضية خلاص اما وين الساطور يقال الساطور خذاه سمير ورماه برا والرجال ينكر المهم ما يكن بالطويلة اشرف بعد ما قتل عمه وسو الفيلم وورط اخوه سمير وسمير طلع براءة الرجل بدأ يخاف ان سمير يكتشف الحين منه اللي قتل عمه والقاتل الحقيقي اللي هو منه اشرف بالاشتراك مع منه زوجة العم الحين اشرف القاتل هو اللي يشرح القصة قال الزين انت ليش قتلت زوجة عمك مدام سوي معاها الخطة كاملة متكاملة ليش رجعت وقتلتها قال اول شي قتلتها لاني اصلا اكتشفت بعد ما تورط اخوي سمير وعمي مات وهي كوشت على الحلال انها كانت تطلع بسهرات وانها اصلا ما هي نظيفة ولا شريفة وقامت تتخلى عني ولما يعني يوم الايام مسكتها وقالت لها انت ليش انت قاعدة تخونيني فقالت لا اخونك مين يا حبيبي انت قالت شوف اذا تكلمت ولا فتحت بؤك والله حقول لهم انت اللي قتلت عمك يقول هني عرفت اني انا كنت صيدة اني كنت مجرد اداة للتخلص من عمي ومن سمير ومن العالم كلها علشان ايه يصفالها الجو مع قرابيطها واعشاقها ثانيين بحلال عمي يقول انا خلاص يعني كرهت نفسي وصحيت من اللي انا سويته الجرم الكبير اللي انا سويته فقلت لا خلاص علي وعلى عدائي بما اني قتلت عمي مو فارقة كذلك اقتلها ايه وفعلا يقول رحت وقتلت وقلت احسن علشان كذلك اتخلص من ابن الحرام اللي في بطنها اللي هو ابني وراح سدد لها كم طعنة وسلم نفسه لرجال الامن وعلى طول طبعا احكموا عليه بعدين بالعدام واثناء وجود اشرف في السجن ينتظر موعد تنفيذ حكم الاعدام فيه اقدم على الانتحار وترك رسالة ندم واعتذار اخذها اخوه سمير وعطاها للاستاذ المحامي قراها كانت فيها جميع الاعترافات وان الرجل يعني يعني يقول انا ندمت اني قتلت عمي واني ضحيت بخوي وقتلت زوجة عمي وخنت كذلك ومن هالامور فهاش يقول حق منه سمير اخوه يقول لا سامحني والله يخليك دربالك على عيالي دربالك على زوجتي المهم راح اشرف والمال والحلال كله صار حق سمير واللي اهو كذلك بدوره قام واعتنى في عسرة اخوها اشرف وتزوج وعاش في سبات ونبات وخلف كوشة عيال وبينات وهذه نهاية صرفتنا وفمان الله مع السلامة